صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن فتح باب التقدم لقابل دفعة جديدة من الطلب الموهوبين رياضيا من البنين للمرحلة الإعدادية والثانوية بالمدارس العسكرية الرياضية جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله اللواء أركان حرب حسام خضر رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة أنه سيتم البدء في سحب ملفات القبول اعتبارا من اليوم وحتى 16 من يوليو المقبل بمقر المدارس العسكرية الرياضية ومكاتب المستشارين العسكريين بالمحافظات المختلفة على أن يبدأ قبول الملفات بعد استفاء كافة البيانات المطلوبة وذلك اعتبارا من 3 من يونيو وحتى 18 من يوليو المقبل بوسعك أن تكتاز الصعب إذا امتلكت الإرادة بمقدورك أن تقهر المستقبل إذا قررت أن تنهي طريق الألف ميل أن تستثمر موهبتك الرياضية وقدراتك البدنية بإمكانك الآن أن تصبح بطلاً على منصات التتويج الأولمبية والعالمية فتحفر اسمك وترفع علمك وتصبح رمزاً خالداً لوطنك من هنا من المدارس العسكرية الرياضية للقوات المسلحة قلاع الأبطال أربعة صروح رياضية توطي كافة محافظات الجمهورية تهدف إلى رعاية الموهبين رياضياً ليصبحوا في المستقبل القريب أبطالاً أولمبيين قادرين على حصد أرقى الميدالية في كبرى المنافسات الرياضية الدولية جيل جديد من الرياضيين المؤهلين على أيدي أكفاء المدربين والخبراء الرياضيين وفق أرقى النظم العلمية الحديثة في مجال التدريب اهتمام مماثل بالتأهيل الدراسي وفق مناهج وزارة التربية والتعليم عبر كوكبة من خيرة المعلمين منشآت تعليمية ورياضية وبرامج تدريبية تضاهي أفضل المستويات العالمية في الدول الأكثر تقدمة رعاية طبية متقدمة الطريق لتحقيق حلمك الأولمبي يبدأ من هنا وأنت تملك الاختيار بادر بالانضمام لقلاعنا الرياضية يمكنك الآن سحب ملفك والتعرف على شروط الالتحاق عبر موقعنا الإلكتروني أو من خلال مكاتب التنسيق بالمدارس العسكرية أو عبر أقرب مكتب مستشار عسكري في محافظتك المدارس العسكرية الرياضية للقوات المسلحة قلاع أبطار ترجمة نانسي قنقر